اهلا بكم من جديد وعدكم في بداية الحلقة حلقتنا باش تكون نوعة ومتنوية الفقرات مثل ما حكينا عن غيرة المرأة اللي بيستأس تكون غيورة مع زوجة حكينا على الاختراعات على المغامرات حكينا على أخبار الرياضة وأيضا الإصدارات الفنية نصل الآن للفاشن وفقرة الفاشن اللي فيها ستكشف وتكتشفوا أنتم أيضا مع بلومينج ديلز دبي حفل خاص للآلميين اللي فيها تم الكشف على تشكيلة رجالية الجديدة ساندرو أم لموسم خريف وشتاء 2016 الاحتفال عكس أجواء غناء ثمانينات القرن الماضي أجواء حلوة كانت واللي ينسجم مع رؤية التصميم حول هذه التشكيلة إذن تابعوا معنا تقرير تالي ضمن فقرة فاشن وبلومينج ديلز دبي التفضل تحت شعار what denim are you استضاف متجر بلومينج ديلز بدبي مال العديد من الإعلاميين وصحفيين في احتفال بإطلاق مجموعة الملابس والإكسسوارات ومستدزمات الرجال والسيدات لموسم خريف شتاء 2013 مالذات آشار وتمثل الاحتفال باستعادة روح الثمانينات التي صنعت أكبر طفرة في تاريخ الموضة العالمية عن طريق حضور فرقة غناء حية قامت بغناء أشهر أغنيات الثمانينات الرائعة التي لها جانب كبير بقي في ذاكرتنا رغم مرور السنوات المترجم الثمانينات بجمال التطبيقات المبادر اللغة نفاق لقد اشتران المبادر اللغة حيث نحن إلى هذه الأنوات التي تبدأ من الأحداث ومعد ذلك لنها حيث في 1980 هنا تحت أولادا حيث مع أمانات الثمان أنتحة ضح تحديد الوطج بشرق البلد، هُبرد تحديد الرياضة موسيقى موسيقى هذه التشكيلة طبعا تتضمن دارك رايدر بأسلوب التمرد الجري ويناقضه في الأسلوب خط وايلد ثيم الذي يستمد إلهامه من مشاهد وادي جراند كانيون سحيق مع ألوانه دافئة والتصاميمه الرياضية وهذا كان تقرير برومينج ديلز اللي كمان نحن بنلبس من عند برومينج ديلز أحيانا أيضا تتضمن التشكيلة خط أكتب من بالغ الأناقة الذي يستقي إلهامه من ملابس العمال الإنجليز مع العودة مجددا إلى استحضار عدد من القطع الكلاسيكية الرائعة وتمتاز تصاميم هذا الخط ببساطتها ودقة صناعتها في آن واحد حبيت الأجواء جافر؟ أنا لا ألبس بناطيل كثير بس تبز أحيانا بالسفر؟ بس يعني وقت السفر أو وصور فيسبوك شاهدة يعني في الويكند بس كثير أنا عجبني الأزياء اللي مقتبسة من جيل الثمانينات بالفعل مثل ما ذكر اللي كان موجود في اللقاء أنه جيل الثمانينات كان معروف بأنه فيه غزارة بنوعية القماش والجودة صح بالفعل فالموضع الآن ترجمة نانسي قنقر